اختتمت هيئة الشارقة للوثائق والارشيف عقد انجازات عام 2020 باعتماد نظام ادارة الوثائق الخصوصية للمكتب الاعلامي لحكومة الشارقة الذي يعد اهم الجهات التي تحقق التكامل بين انشطة وسائل الاعلام والاتصالة في جميع الهيئات الحكومية في امارة الشارقة انطلاقا من الحرص على جمع وحفظ كافة الوثائق الحكومية وقع سعادة صلاح سالم المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والارشيف وسعادة طارق سعيد علاين مدير المكتب الاعلامي لحكومة الشارقة اعتماد نظام ادارة الوثائق الخصوصية لدى المكتب الاعلامي وفق معايير محددة تم العمل عليها من كلا الطرفين تشمل الارشفة وطريقة حفظ الوثائق والملفات بل وكيفية اتلافها يعتبر مكتب الشارق الاعلامي وما يحتويه من وثائق جدا مهمة على مستوى الامارة في توثيق النشاط الاعلامي خطوة مهمة في هذا المجال سيساعد تنظيم ادارة الوثائق الخصوصية للمكتب الاعلامي في الرجوع الى المعلومات بشكل مبسط وسحل استفدنا كثير من الهيئة في عملية ارشفة وتوثيق وعالية التوثيق لكل ما نقوم به من اعمال في المكتب الاعلامي لحكومة الشارقة ان شاء الله هذه العملية بتسهل الكثير علينا نحن على حكومة الشارقة في جمع المعلومات والاستفادة منها في اي وقت من الوقات بشكل عام يذكروا ان هيئة الشارقة للوثائق والارشيف بدأت العمل على نظام الارشيف وحفظ الوثائق لدى المكتب الاعلامي لحكومة الشارقة مطلع العام الجاري حيث استطاع المكتب خلال فترة قصيرة اجتياز مراحل الاعتماد وهو ما يؤكد وهمية هذا النظام في حفظ الوثائق والرجوع اليها سواء كان ورقيا او الكترونيا اعتماد نظام ادارة الوثائق الخصوصية للمكتب الاعلامي سيسهم بلا شك في توثيق النشاط الاعلامي لامارة الشارقة لاخبار الدار هويد الشرقي